اشتركوا في القناة اجتماعات الجمعية العامة المتحدة لتجلس سنويا ويروحون كل رؤساء الدول ويركون كلمات هناك ورأى محمد الشياء السوداني بصفة غيث وزراء العراق وألقى كلمة في الجمعية العامة المتحدة تحدث كثير نقاط لكن ستوقف عنده جملة واحدة قالها وتحدث عنها فيه خطابة هذا ويتحدث عن الوضع في العراق والوضع هذا الوردي اللي سوت الحكومة قال بالنص ماضون في اعمار العراق ووضعه في مكانه الاقليمي والدولية ووضعه في مكانته الاقليمية والدولية التي استحقها بجدارة مرة أخرى ماضون في اعمار العراق ووضعه في مكانته الاقليمية والدولية التي استحقها بجدارة الله أكبر أن تسعى حكومة إلى الأعمار وضع بلدها بالمكان الذي يستحقها بين الدول هذا أمر طبيعي حق وحق لا يمكن مناقشته طيب لكن علينا أن نقول لكي أولا لنذهب إلى أعمار العراق بناء الأعمار لكي يمضي أي بلد أي بلد ومو العراق فقط أي بلد بالعالم اختار أي بلد بالعالم أي نظام بأي سلطة بالعالم أي حكومة بالعالم لكي يمضي هذا البلد تحظر هذه السلطة تحظر هذه الحكومة تحظر هذا النظام في قضية البناء والأعمار يجب أن تتوفر على هذا البلد جملة من النقاط ومن أهمها من ضمنها لأن ربما يكون أهم منها أن تكون في حكومة رشيدة وحكومة رشيدة حاكمة وليست محكومة وهي الرأس الوحيد وليس هناك رؤوس كثيرة تحكم وهي أضعف الرؤوس والحكومة هذه تمثل الشعب وتمثل القانون وتساوي بين الناس بالعدالة والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه النقطة هل لدينا مثل هذه الحكومة منذ عام 2003 لحد الآن على أقل نتحدث هذه الفترة التي يدعون بها بالأعمار والبناء من عام 2003 لحد الآن 21 سنة أمريكا معهم العالم معهم بريطانيا وياهم الأمم المتحدة وياهم الإقليم وياهم العرب وياهم كل الدنيا وياهم العراق كان قبل محاصر بغض النظر عن النظام شكل النظام بس العراق هو واقع كان محاصر ومعادة ومكل الدنيا بس من 2003 لحد الآن أمريكا وبريطانيا والدنيا كلها والعرب والإقليم وكل الدنيا كلها وياكم والصندوق النقد الدولي والصندوق البنك الدولي والمعرف منه كلها وياكم طيب هل لدينا حكومة رشيدة؟ هل هي حاكمة وليست محكومة؟ هل فيها رئيس واحد؟ هل فيها عدالة؟ هل تمثل الشعب العراقي فعلا؟ هل ترك العراقين يجاوبون عليها ونحن نعرف الجواب وكنكم تعرفون أبدا ما لا علاقة بالقضية النقطة الثانية حتى يكون عمار لأنه يجب أن تكون حكومة رشيدة حتى تحافظ على عندها منهج عندها رؤية عندها أمينة بها ثقة النقطة الثانية يجب أن يكون لديها برنامج للبناء واضح واضح المعالم معلل ويعبر عن حاجات الشعب كل حكومة تدرس حاجات الشعب في كل مكان كل حزب يفوز ويشكل حكومة أو تشكل حكومة الحكومة تقدم برنامجها البرنامج هذا بناء على حاجات الشعب يحتاج الشعب وظائف يحتاج بناء يحتاج خدمات يحتاج معرفة علاقات خارجية معرفة صناعات كلها يضمنوها بالبرنامج ويقدموها حتى يوافق عليها الشعب والشعب يوافق عن طريق الفرلمان والبرنامج يمثل الشعب مئة بالمئة ليس مثل برنامجنا ليس مثل برنامجنا بعدين يمكن نتحدث عن برنامجنا ذاك وقت هذه النقطة الثانية وليس برنامج دعائي ليس شو على قولتهم لابدا النقطة الثالثة أن تكون لهذه الحكومة موازنة مالية معروفة وواضحة ومحددة للبناء والأعمار والاستثمار أكو جزء خدمي وجزء الاستثمار هذا البالاستثمار أعلى من الخدمي بكثير مو إحنا فقط رواتب موظفين جاينا معينين موظفين إحنا ملخنا الصناعة أنهيناها وخرجناها خارج العراق ما عنا صناعة وما عنا زراعة وما عنا تجارة وما عنا كل شيء غير نفوق وظفنا الناس حتى نسيطر عليهم ونخليهم جيوش تؤيدنا في أحزابنا والقوى العملية السياسية حتى تؤيدها هذه الجيوش ونطيهم 82 مليار دولار سنويا بس رواتب وعدد دقائق التي يعمل فيها يعني الوقت اللي يعمل بالموظف ما احتراء من كل الموظف إنه كلهم ولدنا وعنا واخوتنا وخواتنا بس ما أكثر من 8 دقائق يشتغل باليوم الواحد نحن نطي رواتب 82 مليار دولار وكل واردات العراق مع النفط أسعارها العالية 130 مليار دولار 82 إلى 83 مليار دولار فقط تروح للرواتب رواتب ومتقاعدين ومعرف منه وخدمات اجتماعية حتى الجماهير كلها يعني صير جماهير للحزب لأنه كل حزب هو اللي يعين أنت ما تقدر تتعين وحدك يجب أن تكون عن طريق حزب قوى معينة هي اللي تعينك فبالتالي أنت أمام هذا الحالة فأنت يجب أن تكون عندك موازنة أنت ما عندك موازنة مين تجيب أنت هاته البنية مثل ما سوى حمد الشاع السوداني سوى مجسرات يعني باعتراف رئيس البرلمان السابق يقول المبلغ المخصص إلها أكثر من موازنات كل المحافظات ثلاث مرات محافظات يخصصوها موازنات معينة هذه بس المجسرات لثمانتعش مجسر موازنتها أكثر من موازنات المحافظات أكثر من ثلاث مرات الله أكبر وواحد من هاتين ذاك اليوم بقع بالطوفشي وقع قالوا شكوا عليش مستغر بينشكوا بهذا القالب ما مضبوط وكذا عادية كل شي عادية متانة وأمان وكذا أي شي قضية أخرى لأن المقاولات كلها اللجانة الاقتصادية تابعة الميليشيات والأحزاب هي اللي مسيطرة عليها وماكو مقاول ياخد مقاولة إذا ما هو تابع له وبالتالي بكيفهم المهم أن تكون النقطة الرابعة أن تكون مشاريع البناء والأعمار شاملة وغير مرتبطة برؤية سياسية لهذا الطرف أو ذاك أو لهذه الجماعة أو تلك الجماعة بمعنى أنه حتى نبين أنه أنه حدث نشتغل وعندنا أعمار يجب أن نسيب بغداد مجسرات لأنه نكون الزحام ونهمن المحافظات كلها المحافظات روح شوف شوف المثنى شوف الناصرية وشوف البصرة وشوف المصيبة مصيبة شوف الكوت المحافظات سما محافظة حقيقة نحن بالقرن الواحد والعشرين مضى أكثر من قرن على تأسيس الدولة العراقية العراق تراجع أربع قرون لي وراء لماذا؟ هذه النقاط على الأقل يجب أن تتوفر حتى نقدر نقول عندنا أعمار وعندنا بناء هذه غير متوفرة نهائيا فإذا الحديث السيد رئيس الوزراء الدعاء غير صحيح وباطل ما أضم في أعمار العراق وين أعمار العراق؟ الأعمار وخلينا مرة أخرى نقول الأعمار والبناء ليس في طابوق ومعرف شنو الحديد والصبات لا الأعمار والبناء يبدأ بالمجتمع من تقلل الفقر من تقلل الأمية من تقلل البطالة من تقضي على البطالة وتقضي على الأمية وتقضي على الفقر وتقضي على الأمراض وتوفر لهم خدمات طبية وتوفر لهم خدمات دراسية وتعليمية ومن يكون التعليم مالتك من أحسن ما يمكن أن يكون الخدمات مالتك الطرق مالتك النظام مالتك الأمن مالتك كلها هذه هذا الإعمار هذا البناء هذا البلد ينقض به هي القضية البلدان متنهض بشارع بثلاثين شجرة ومعرف منه وست مطاعم واثنين مولات ومعرف وين وهذا اللي تسمونه أنتو عمار ومجسر منه يعبر على الفلكة هاي وشيلها للفلكة حتى المجسر هذا جديد سويناه وفتتحت سيد رئيس الوزراء ونسوي هذا عمار لا العمار يعني بناء المجتمع يعني يعني مجتمع يعمل وينتج عدنا الصناعة وعدنا زراعة وعدنا تجارة وعدنا تعليم عالي وعدنا من أفضل التعليم وعدنا أمية من تهي من عدها وعدنا دراسة من أجمل ما يمكن وعدنا طلاب من أجمل ما يمكن وعدنا كليات من أجمل ما يمكن وعدنا مستشفيات من أجمل ما يمكن وعندنا معامل ومصانع وتنتج وأسواقنا مملية وعليها عبارة صنعة في العراق هذا الأعمار وهذا البناء هل إحنا ماضين في هذا الطريق لا أبدا إذن هل هذه السياسة تسمى سياسة رشيدة وممكن أن تنتج أعمار وبناء ومكان أقليمي لأي بلد هذا السؤال المطروح أشكركم أعزائي المشاهدين وأترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة